نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يستدل منها على تخوف من دخول مصر في موجات وبائية جديدة حذرت منها منظمة الصحة العالمية نتيجة توقف العمل في مختبر للصحة العامة بإحدى دول المنطقة وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة التي نفت بدورها ما جاء بالمنشورات وأكدت الوزارة أن تلك المنشورات غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة مشددة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماما ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية مشيرة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة كما أشارت الوزارة إلى أن المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية قد أعلن أن تقييم المخاطر الناتجة عن سوء التعامل المباشر مع العينات في المختبر المذكور ضعيفة جدا